أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدر ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 21320 قتيلاً و55603 مصابين وذلك إترى العضوان الإسرائيلي المتواصل وأفاد القدر باستشهاد 210 من الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عشرات الشهداء الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء خلال اليوم الثالث والثمانين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجراً شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة إذ استهدف قصف إسرائيلي دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة خلف عدداً من الشهداء والجرحاء وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحة من دير البلح مما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا فيها وفي قصف إسرائيلي آخر استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة شهدت أيضاً غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال مما أصفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين معظمهم أطفال ونساء وسقط نحو ثلاثين شهيداً في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس كما تعرضت أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع لغارات إسرائيلية جديدة هكذا يعيش الفلسطينيون في غزة بين نارين مكهورين نار حزنهم على ذويهم الذين قضوا خلال القصف الوحشي للاحتلال ونار رؤيتهم لغثث لا يستطيعون نقلها بسبب قصف المستشفيات ونقص سيارات الإسعاف مما يدفعهم لنقلها عن طريق أي شيء آخر وقد يصل الأمر لنقلها على الأكتاف ست عشرة مجزرة بحق عوائل بكاملها ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة في عدوان غاشم على كل شيء يتحرك على الأرض ترجمة نانسي قنقر